تنطلق فعليات القمة العالمية للمناخ كوب 27 غدا في مدينة شرم الشيخ بمشاركة عدد كبير من قادة العالم ورؤساء الحكومات من بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريش سوناك والمستشار الألماني أولاف شولتس كما سيحضر المؤتمر أيضا لفيف من الشخصيات الدولية والخبراء لمناقشة القضية المحورية وهي تأثير التغير المناخي على العالم وكيفية التكيف معها وحج التمويل اللازم للمشروعات الخضراء للحد من مخاطر تأثير المناخ